إذا قررت أن تمشي في حي باتروناتو بالعاصمة التشيلية سانتياغو فستجد هذه الجدران التي كتبت عليها عبارات تناصر القضية الفلسطينية وتدعو إلى وقف حمام الدم في قطاع غزة نشاهد الإبادة الجماعية عبر الإنترنت وهذه القضية تؤلمنا كثيرا الفلسطينيون في تشيلي يعيشون هذا الألم كما تعرض المقاهي المحلية في تشيلي أعلام وصور فريق دي بورتيفو بالسطين لكرة القدم الذي أسسه مهاجرون فلسطينيون في عام 1920 نادين ليس مجرد نادة عادية نحن مختلفون لدينا هوية واضحة للغاية يتمتع نادين بقيم واضحة للغاية كما أن القضية الفلسطينية وقضية تحرير فلسطين هي إحدى القوى الدفعة لهذا النادي لذلك نجعل اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين يدركون ذلك ويتميز الفريق وجماهيره بنشاطهم المتضامن مع القضية الفلسطينية إذ يحمل اللاعبون لافتات إلى أرض الملعب تدعو إلى السلام بينما في المدرجات يلوح المشجعون بالأعلام الفلسطينية ويرتدون الكوفية كرمز للتضامن يخبرنا النادي أننا بالنسبة لشعب فلسطين بما ثابت فريقهم الوطني إنهم يشاهدون المباريات على شاشات عملاقة لا أعلم إذا كانوا يفعلون ذلك الآن بسبب الصراع الذي يمرون به ولكن قبل حدث هذا الصراع أظهروا لنا كيف كانوا يشاهدون مبارياتنا على شاشات عملاقة وهذا يمنحك دافعا إضافيا ويحظى الفلسطينيون في تشيلي بحضور بارز جدا وتقوم الجالية الفلسطينية التي يبلغ قوامها نحو 500 ألف شخص بكثير من الأنشطة للحفاظ على التقاليد والهوية الفلسطينية نحن كندا اهلويا خيئين نحن كوك ويظهرن اهلويا رأس رأس